اليابان مواطنيها من وهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا على متن ثلاث طائرات وقد تأكد في اليابان حتى الآن خمس عشرة حالة إصابة معظمها بين العائدين من وهان وفيما يشكل هذا التفشي تحديات للحكومات والقطاعات الصحية والاقتصادية فإنه يخلق فرصا تجارية كبيرة لشركات المنتجات الطبية يتوجب علينا اتخاذ إجراءات لحماية أمن وسلامة مواطنينا ومنها وقف إصدارات تشيرات المجموعات السياحية القادمة من الصين كما ندرس تأثير الاقتصادي المتوقع جراء هذه الأزمة وبينما تزايد الخوف في اليابان بعد تسجيل أول إصابة بين العائدين من وهان تضعفت الطلبيات التي تتلقاها شركات المسلزمات الطبية اليابانية حوالي 20 مرة عن المعتاد سواء من العملاء المحليين أو الدوليين هو ارتفاع مشابه لما حدث خلال تفشيات السابقة مثل فيروسي ميرس وسارس وتكافح متاجر الأدوية في اليابان لإعادة تزويدها بهذه المنتجات وبما أن الأقناعة غالبا ما تكون أول ما يلجأ له الناس للوقاية من الأمراض المعضية لذا فقد أصبح من الصعب العثور عليها بشكل متزايد وغالبا ما تنفد خلال سويعات قليلة بعد الافتتاح سأخذ معي من هنا أقنع قد ما أستطيع لأن كافة أصدقائي وأفراد عائلتي في الصين يطلبونها أشعر بالإطمئنان لأن الحكومة اليابانية منعت قدوم الأفواج السياحية من اليابان وإشغل زار الصين قبل قدومهم بـ 14 يوما ومن بين ما زادها العليابانيين حالة إصابة لعاملين في مجال السياحة كان يرافقان سياحا صينيين وخاصة أن اليابان استقبلت منهم العام الماضي فقط نحو 9.5 مليون سائح لذا فإن المجتمع الياباني ذا الكهولة الكبيرة والقطاع الطبي الذي يعاني بالفعل وضعه هش ضد أي تفش مميت مثل كورونا ورغم ذلك فإن الكثير من اليابانيين يرسلون للصين وخاصة هونغ كونغ مساعدات طبية تضامنا معهم كما يوزعونها كهدايا على السياح منهم أشعر بالامتنان للشعب الياباني لتضامنه مع محلاتنا في الصين وأشكرهم على هذه الهدايا القيمة من الأطمع الواقع التي أصبحت قليلة في بلد الصين مع تسارع وطيرة تفشي فيروس كورونا والتساء رقعته تكيفح الشركات اليابانية لتلبية الطلبيات المتزايدة على منتجاتها من المستلزمات الطبية محليا وعالميا للإخبارية معتز العقاد توكيو